السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا تفتح لكم الأبواب وتتيسر لكم الأسباب تعالوا نعرف بعد من صل على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم نعم ورب الكعبة إن أردت أو إن أردت أن يفتح لكم الأبواب وأن تتيسر لكم الأسباب وأن تلالوا رحمة الكريم الوهاب فما عليكم إلا أن تضعوا جباهكم في التراب قال جل في علا وسجد واقترب كلما نسجد كلما نقرب من ربنا سبحانه وتعالى أي سجدوا بين يدي الله واقتربوا إليه بالطاعات فهي التي تقربكم من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى ووالله ثم والله أسعد لحظات يجدها العبد ويشعر فيها بلزة الإيمان وحلاوة الطاعة حينما يكون الأنف والجبهة في الأرض وهو يقول سبحان ربي الأعلى قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال أكثر من السجود يعني كتروا من السجود على قد ما تقدروا أكثر من السجود فإنه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه الله بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة ما شاء الله ولذلك في قيام الليل كتروا من ركعات على قد ما تقدروا عشان يبقى في سجود كتير مع كل سجدة يغفر لكم خطيئة وترفعوا درجة في الجنة وما بين الدرجتين في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وما بين الدرجتين مسيرة مئة عام ما شاء الله بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ربيع ابن كعب الأسلمي أنه كان يعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يكافئة فقال سلني شيئا يا ربيع فقال ربيع وهو ربيع ده عنده 17 سنة من أهل الصفة فقير لا أسرة ولا مال ولا زوجة ولا ولد ولا أي حاجة فكان ممكن يقول له شقة وعروسة أنا عايز بيت أتجوز فيه وعايز عروسة تمامه من حقه إنما كانت يعني طموحاته فوق ما نتخيل قال سلني شيئا يا ربيع الإجابة جهزة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله ما قالوش أسألك الجنة ما قالوش أطلب من ربنا إذا خلني جنة أقول أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله فقال النبي أوى غير ذلك يعني فكر كده فش حاجة تانية محتاجها قال هو ذاك يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تزجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة نعم ورب الكعبة ما في موت يرتاح فيه القلب وينشرح فيه الصدر وتزول فيه الهموم والأحزان إلا عند السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى فيا أحبابي جهزوا أمنياتكم وبثوا همومكم وكروبكم إلى ربكم جل وعلا فهو وحده القادر على تحقيق تلك الأمنيات وعلى تفريج تلك الكروبات قال جل وعلا في الحديث الكدسي الذي رواه مسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم يعني إذا أدخلت البحر هكذا تفتح لكم الأبواب وتتيصل لكم الأسباب بالسجود بين يدي الكريم التواب أسأل الله عز وجل أن يجعل الصلاة كرة عين لي ولكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته